موسيقى أهلا بكم معنا عزيزي المشاهدين هذه جولة في منشط نبدأها دائما بالصحافة الأجنبية وكيف تبدو القرآن في الصحافة الأجنبية كان أبرز ما جاء في الصحافة الأجنبية هو حادث مطار أورلي بفرنسا أيضا زيارة لميركل إلى واشنطن ونبدأ معكم هذه الجولة بالشأن الأمريكي قالت وكالة رويرترز الكونجرس يحقق في صلاة ما بين ترامب وروسيا رفض زعماء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي مطالب للديمقراطيين بتشكيل الدعاء خاص أو باختيار لجنة للتحقيق في الصلاة المحتملة ما بين الحمد الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وروسيا وقالوا أن التحقيقات التي تجريها لجنة الكونجرس كافية لهذا الموضوع وكالة مخابرات أمريكية في شهر يناير قالت أن رئيس الروسي بلاديمير بوتين أمر باختراق أجهزة الكمبيوتر خاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ولرئيس حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون للتأثير على نتيجة الانتخابات للصالح ترامب روسيا نفت ذلك الأمر وبدأت ثلاث وكالات أمريكية هي المخابرات المركزية وكالة الأمد القومي مكتب التحقيقات الاتحادي وأيضا وزارة العد الأمريكية بدأت في تحقيقات في هذا الأمر في ظل وجود رئيس الديمقراطي باراك أوباما في البيت الأبيض وأضافت إلى أن الوكالات الثلاث أيضا تحقق في لجان بالكونجرس أيضا في هذا الأمر المهم حيث بدأت لجنة المخابرات في مجلس النواب التحقيقات في التأثير الروسي المحتمل على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 قبيل تنصيب ترامب في يوم 20 شهر يناير ولعب رئيس لجنة الجمهوري ديفيد نونيز دورا رئيسا في عملية انتقال السلطة لترامب الأمر الذي دفع بعض المتقدين للتشكيك في إجراء هذا الموضوع أو إجراء تحقيقا عدلا في ضوء قربه من الرئيس الجمهوري ترى ما هو الرد الروسي في هذا الموضوع الرد جاء من وكالة روسيا اليوم موسكو تقول لا نريد سماع استوانة واشنطن المشروخة حيث أكد في هذا الأمر النطق الرسمي باسم الرئيس الروسي أكد أن الكريملين لا يعتزم سماع استوانة واشنطن المشروخة حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع أن تبحث في الكونجرس قريبا وفي حديث أدل به ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين يوم الجمعة السابع عشر من شهر مارس قال لن تصدر عن هذه الاجتماعات أي صيغة جديدة لم نعهدها ولم نسمع إلا استوانة شعر ممجوجة أي استوانة شعر غير لائقة اعتدنا عليها نهيك عن انشغال الكريملين بالقضايا ذات الأهمية حوادث إرهابية حقيقة حدثت في فرنسا طوال الشهور الماضية هنا حادث أيضا حدث صباح اليوم في مطار أولي في باريس من موقع فرنسا 24 فرنسا تقول إجلاء ألاف المسافرين وتوقف حركة النقل الجوي بالكامل في مطار أولي في باريس التفاصيل قالت السلطات الفرنسية أنه قد تم إجلاء حوالي 3000 شخص من المبنى الجنوب لمطار أولي الواقع بجنوب باريس فيما أعلن السلطات الطيران المدني في ناحيتها أن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل في المطار إثر إطلاق قوات الأمن النار على رجل هذا الرجل حاول أن يجرد جنديا من سلاحيه في المطار ثم لجأ بعد ذلك إلى محل تجاري وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن قوات الأمن في مطار أولي بجنوب باريس قتل الصباح اليوم رجلا بعدما حاول أن يسرق سلاحا من جنديا والناطق باسم الوزارة قال أنه في حوالي الساعة السابعة ونصف صباحا سرق رجل قطعة سلاح من عسكري ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار قبل أن تقتله قوات الأمن الفرنسية أضاف أيضا أنه لم يسقط جرحا بينما قال الشهود أنه تم إخلاء المطار ذكر الشهود أيضا اتصلت بهم وكالة الأنباء الفرنسية المعنية بهذا الخبر أنه قد تم إخلاء مطار أولي إدارة المطار أيضا قالت أنه قد تم إغلاق مبنيي المطار بينما ذكرت وزارة الداخل الفرنسية أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة ألاف شخص من المبنى الجنوبي من المطار سلطات طيران المدني في جهة أخرى أيضا أعلنت أن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل في هذا المطار الذي نرى تفاصيل المشاهد كما تبدو في هذه الصور فرنسا 24 أيضا اهتمت من نتيجة اجتماع ميركل بترام عنونت الوكالة بعنوان واضح خلافات واضحة أو ظاهرة في أول لقاء اجمع ما بين ترامب بميركل والتفاصيل تقول ظهرت خلافات واضحة ما بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في اللقاء الأول الذي جامع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمستشار الألماني أنجلا ميركل يوم الجمعة في البيت الأبيض الاختلاف كان واضحا في رؤية الطرفين لملفي الهجرة والتجارة الحرة وهو الذي برز في هذا اللقاء ورغم ذلك أشار الزعيمان إلى أن اجتماعهما كان مثمرا ترامب في ناحيته قال لست انعزاليا أنا مع التبادل الحر لكن التبادل الحر هذا أدى إلى كثير من الأمور السيئة فيما بين الجانبين فيما بدأ الرد على ميركل التي تحذر باستمرار من النزعة الحمائية أو الشديدة ورئيس الأمريكي شدد على قناعة بأن واشنطن كانت هي الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة في العقود الماضية فيما بين البلدين وكذا على رغبته في التفاوض على اتفاقات لا تؤدي بحسب رأيه إلى غلق مصانع في الولايات المتحدة وهذا الموضوع الذي أثاره ترامب أيضا في حملات الانتخابية وهو أنه يريد أن تكون هناك مصانع أمريكية في أكثر من المكان وخاصة في ألمانيا وفي المكسيك مع أن الانتقادات الأمريكية للفائد التجاري الألماني ليست جديدة فإن إدارة ترامب اعتمدت لهجة أكثر عدوانية من السابقة في هذا الموضوع وبعد أن أشار ترامب مازحا إلى أن المفاوضين الألمان قاموا لفترة طويلة بعمل أفضل من نظرائهم الأمريكيين أكد ترامب أن هذا العهد قد وله في ناحية أخرى أيضا أقرت أنجل أمريكي لأنه من الأفضل التحدث مباشرة بدلا من التخاطب كما قالت عبر وسائل إعلام لكنها لم تخفي وجود عدد من نقاط الخلاف فيما بين الدولتين أيضا إلى أزمة واضحة وهي أزمة تركية أوروبية من صحيفة الاندمندينت التي يعني علجت هذه الأزمة فيما بين الجانب التركي التي ظهرت مؤخرا وما بين عدد من دول أوروبا حيث تصور أو تسببت بحسب الصحيفة إلى تصور أنجلا ميركل على هيئة هتلر وسط أزمة دبلوماسية كما تصورتها الصحيفة التركية التفاصيل تسبب الصحيفة الموالية للحكومة التركية في حالة الغضب بعد أن وضعت كما نشاهد صورة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل على هيئة هتلر في صفحاتها الأولى طبعا وكلنا نعلم أن وضع صورة هتلر تعني النازية بمعنىها المفهوم واصفا أنها هي أنثى هتلر أو العم القبيحة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ظهرت على الصفحة الأولى للصحيفة جونيش التركية على شكم الزعيم النازية الراحل أودولفو هتلر ويترتدي زي نازية لها شارب قصير شبيه بشارب هتلر وتأتي الصورة ضمن أزمة نشبت حاليا ما بين دول أوروبية متعددة من ضمنها ألمانيا مع تركيا على خلفية من عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك من لقاء الجاليات التركية في أوروبا لمحاولة لحجد دعم الاستفتاء على الانتقال إلى النظام الرئاسي هذه الأزمة على الفكرة بدأت في هولندا أولا ثم انتقلت إلى عدة دول أوروبية ما يعمق الإخلاف فيما بين الجانب التركي وعدد من الدول الأوروبية الشأن الروسي أيضا في منشط له دور هنا مفاوضات التسوية السورية حيث قالت وكالة روسيا اليوم بوتين يبحث مع نازار بايف التسوية للأزمة السورية الكرم لنأعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظره الكازاخستاني نور سلطان نازار بايف بحث فيه التسوية في سوريا نتائج مباحثات أستانا وأعلن المكتب الرئاسي الكازاخاي أن الرئيسين الروسي والكازاخاي نقش تسوية سورية في اتصال هاتفي وتبادل الزعيمان نتائج جولة المباحثات بشأن هذا الملف المتأزم والتي عقدت في يوم 14-15 مارس في أستانا يذكر أن جولة جديدة من مفاوضات أستانا سوف تعقد بعنوان أستانا 3 والتي عقدت في أول جولاتها في الشهر الحالي في العاصمة الكازاخستية أستانا حول محاولة لتسوية الأزمة السورية بحضور وفود الدول فيما يسمى الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران ولكن أيضا في ظل الغياب وبظل المعارضة السورية المسلحة الذي يغيب دائما في مثل هذه الأمور السياسية وانتهت بإعلان الدول الضامنة تمسكها بالتسوية السياسية في سوريا وأكدت أيضا على محاولة لوجود مفاوضات أكثر سلاسة في جولة أستانا 3 لاستمرار عملية جينيف التي بدأت بجينيف 1 إشار إلى أن هناك مباحثات كانت مقررة بشأن سوريا سوف تعقد يوم 3 و 4 مايو القادم في عاصمة كازاخستان أستان أيضا سين إن كان لها أيضا باع في هذا الموضوع وهو الحديث حول روسيا نتنياهو يبين سبب الغارة الإسرائيلية في سوريا بنامي نتنياهو في التفاصيل رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن الغارة التي شنتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف بسوريا منعت وصول موصفه بأسلحة متقدمة مرسلة إلى حزب الله اللبناني في الداخل السوري كما قال ونقل موقع الإزاعة الإسرائيلية على لسان نتنياهو إن سياسة إسرائيل أثابتة تقضي بعدم السماح بنقل أسلحة مخلة بالتوازن إلى مضمة حزب الله اللبنانية وعندما يتم رصد محاولات لنقل أسلحة متقدمة إلى حزب الله تعمل إسرائيل على منع ذلك وهذا ما فعلته أول أمس وأنها ستواصل عملها مستقبلا بمعنى أن نتنياهو يهدد بأن العمل على الأرض في سوريا والهجمات سوف تستمر في المستقبل الجيش السوري قال أن الغارة تهدف إلى دعم جماعات مثل تنظيم داعش الإرهابي في العراق وفي الشام أو جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا ولفت الجيش السوري إلى أن أربع طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت على اختراق المجال الجوي السوري وذلك في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية وهذه الطائرات استهدفت واحدا من المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في حمط الشرقي ولكن تصدت لها الدفاعات الجوية السورية وأسخطت طائرة بداخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار هنا تلاسن فيما بين الجانب الإسرائيلي والجانب السوري بدأ بعد هذه الغارة الإسرائيلية على مناطق في سوريا في جنوب السودان وحسب وكالة الأنباء الفرنسية الأمم المتحدة جنوب السودان يعاني مجاعة لكنه يشتري أسلحة يعني في نفس الوقت هو يشتري أسلحة مع أنه يعاني من مجاعة كيف يبدو هذا التقرير؟ تقرير الأمم المتحدة الذي يفصل أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة في وقت تواجه فيه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية وأمرت بها جوبا التقرير دعا والذي أمكن لوكالة فرانس بيرس بريس الاطلع عليه إلى فرض حضر الأسلحة على جنوب السودان وهذا إجراء كانت قد دعمت واشنطن لكن مجلس الأمم الدولي رفضه في شهر ديسمبر من عام 2016 في هذا التقرير الذي أعده لفيف من الخبراء جاء فيه أن الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الأحيان حيث عطل الخبراء على أدلة دامغة تظهر أن قادة البلاد في جوبا مستمرون في شراء أسلحة للجيش وأيضا في شراء أجهزة أخرى للأمن والميليشيات وقوة أخرى أيضا متصارعة في هذا الموضوع مما يفاكم من الأزمة سواء كان على الأرض في ناحية الميدانية أجضا يفاكم من المجاعة في جنوب السودان التي تحتاج إلى هذه الأموال لمحاولة لسد المجاعة المتزايدة على أرضه بعد الفاصل نلتقى معكم وأخبار أخرى في منشت ترجمة نانسي قنقر